قال عز وجل أيشنكون ما لا يخلقوا شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون هنا براهين واضحة جلية تدل على ضعف وعدس هؤلاء المعبودين من دون الله عز وجل فكيف يعبدون قال مبينا ضعفهم ولا أنفسهم ينصرون فإذا كانت هذه الآلهة لا تنصر نفسها فمن باب أولى أن لا تنصر غيرها وتقديم الأنفس هنا من باب تقديم المفعول على الفعل والفاعل فالأصل ولا ينصرون أنفسهم فتقديم المفعول الذي حقه التأخير يدل على التوكيد التوكيد والحصر الذي يحصر فيه عجز الآلهة فإذا كانت لا تقدم لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضر فهذا مؤكد على ضعفها